اشتركوا في القناة فنحن اليوم بنتعامل مع الدرس الاول والمخصص للحديث عن القوة والحركة في كتابنا في صفحة من 93 الى 102 اهدافنا رح تكون في هذه الحصة انا وانتو لفهم معنى القوة ودراسة تأثيرات القوة ثم التعرف على بعض انواع القوة الشهيرة اللي رح نتعود عليها في مقررنا ومن ثم استنتاج العلاقة ما بين القوة والتسارع والكتلة هذا قانون مهم جدا الربط بين الثلاث متغيرات قوة تسارع كتلة ومن بعدها بتدرب انا وانتو على حل المسائل وطريقة التفكير في حل المسائل اللي معانا فبالتالي بداية كتعريف للقوة نعرف القوة بانها مؤثر يعمل على تغيير او المحاولة في تغيير حالة الجسم الحركية او التغيير في شكل الجسم او حجم الجسم لما بقول يغير او يحاول التغيير مثلا اذا انا اثرت على جسم بحركة بس لو اثرت على جدار مني لباشر ما بيتحرك وبالتالي في قوة ولكنها لا استطعت التغيير وفي حالات اخرى تستطيع التغيير في الحالة الحركية للجسم هذا كبداية لتعريفنا مفهوم القوة ومن اشهر العلماء اللي في اذهان الجميع مربوط اسمه في دراستنا للقوة هو العالم اسحاق نيوتن وله فضل كبير في دراسة علم الميكانيك بشكل عام ونجد في فهمي للقوة ان معنى القوة القدرة على احداث الدفع او القدرة على احداث السحب فمن تأثيرات القوة ان تسبب الدفع وتسبب السحب مثل ما قاعد تشوف في الشكل اللي امامك هذا الشكل اللي امامي شخص يحاول سحب الباب هنا دفع الباب هذا الدفع هذا السحب بحاجة قوة وبالمثل نفس العملية لاجل ان انا في ذهنك تعرف شنو تأثير القوة في محيطها كذلك القوة تعمل على تغيير شكل الجسم انا بغير في شكل الجسم بالاعتماد على القوة لاحظ هذه العلبة اللي امامي اذا تنضغط بتغير شكلها هذه الورقة اللي امامي اذا انا شقيتها بتغير شكلها هذا الاقلاس اذا طاحت انكسرت تتغير شكلها فهذا يعتبر من ضمن تأثيرات القوة في محيطها وفهمنا لذلك بيكون اكثر واكبر مهم جدا عزيز الطالب وانت صار لك خبرة بمجرد انك تعملت بالوحدة الثانية مع السرعة والوحدة الثالثة مع التسارع فانت كطالب صرت خبير بالكميات المتجهة وفاهم بان الفيزياء في كميات عددية سكيلرز وفي كميات متجهة ذكترز تصنف القوة بانها متجهة ولهذا نجد بان هذه القوة ككمية متجهة وتقاس بوحدة النيوتن يتم تمثيلها بواسطة سهم هذا السهم او بينغوسين نقول عليه احنا نسميه متجه في علم المتجهات ومقدار المتجه لمثل القوة يتناسب طوله مع مقدار القوة ويشير رأس السهم الى اتجاه تأثير القوة مثال بالشكل اللي امامك هذا انا رسمت لك متجه قوة شرقا بمقدار خمسة نيوتن سميتها افوا طيب بالمثل هذه متجهة قوة اخر مقدار القوة هذه انا بس تنتج انه اكبر لانه طول المتجه اكبر وبالتالي الافتو 10 نيوتن وانتبه انا وضعت سالب 10 لماذا وضعت الاشارة السالبة لانه هذه الافتو باتجاهه عاكس الافون فمادام اعتبرت الافون موجبة اذا اجبار الافتو يكون الاشارة لاتجاهها سالبة وبالتالي نجد بان الاتجاه السالب معاكس دائما للاتجاه الموجب ويسمى يسمى الجسم الخاضع للقوة عادة بالنظام فنسمي الجسم الذي يخضع للقوة نظام وكل ما يؤثر به من مؤثرات يسمى بالمحيط الخارجي وبالتالي الشكل اللي امامك اذا شفت امامي هذه الكرة الموضوعة على اليد هي اللي بتمثل النظام جسم الكرة طيب ويش اللي يؤثر في هذا الكرة اللي امامي ترى هذه اليد هي تعبر عن المحيط الخارجي امامنا ومن بعدها مهم جدا عزيز الطالب ان نفهم ماذا يعني لمخطط الجسم الحر هم مستقبلا في ثاني ثانوي في توجيهي حتى لما بتوصل الجامعة بتحتاج هذا المصطلح لانه مهم جدا في فهمك للقوة فمخطط الجسم الحر او نموذج فيزيائي يمثل كل متجهات القوة التي تؤثر في النظام وقلت النظام هو الجسم اللي خاض على القوة لذلك طالع في هذا الشكل اللي امامك سيارة هنا عندي اشخاص يدفع السيارة للامام وتواجه السيارة قوة احتكاك للخلف هناك وزن السيارة للأسفل الشارع يتحمل السيارة بقوة للأعلى لاحظ الشكل اللي عندي انا ما يهمني لون السيارة وطولها مرسيدس ولا شكل ماركاتي اي كير يعني انا يهمني القوة المؤثرة فيها وين صار فاتجاهات القوة المؤثرة في السيستم او في النظام اللي معاي هو ما يسمى مخطط الجسم الحر وهذا عزيز الطالب راح يساعدنا في فهم اسلوب حل المسائل الخاصة في قوانين القوة فتذكر ارجوك مخطط الجسم الحر وتعلم وتعود شلون نتكون مخطط الجسم الحر للمسألة اللي معاك في حديثنا عن موضوع القوة وفهم قصة اليوم وقصة لذيذة على فكرة القوة لما انتو بتفكروا فيها وبتتابعوا اللي بينعرض راح تحس بانك بتتعامل بأشياء مغربة عليك لانه هي في حياتنا هذه علم الطبيعة فانا راح اورد بعض انواع القوة اللي بنتعامل معها هنا في ماداتنا ولكن هناك انواع قوة اخرى بتتعرف عليها مستقبلا يعني هذه ليست كل القوة انا قاعد اعرض انواع القوة اللي بنتعامل في مادتنا فيها اول قوة ارجوك تنتبه عليها وتركز عليها قوة مهمة عندي هي قوة الجاذبية الارضية والتي سنعطي لها دائما ونتعود ان نسميها FG FG رمز لقوة الجاذبية في بعض الكتب يعطونها W ليش W يعطونها رمز لانه هذه القوة القوة مالجاذبية تسمى الوزن والوزن لانه بمعنى wait فيرخضون رمز W كتابنا معتمد رمز ال FG هذه القوة كتعريب هي قوة جذب الارض للجسم واللي متعودين احنا نسميها بقوة الوزن وارجوك تذكر هذه الصيغة لحساب الوزن لأي جسم في الدنيا قانون حساب الوزن FG تساوي دائما ال M في G هذه ال M تدل على ماذا كتلة هذه ال G درستها في الوحدة الثالثة تسارع الجاذبية 9.8 ولذلك ارجوك عزيز الطالب لانك شخص متعلم وقاعد تدرس مواد علمية هناك فرق ما بين انه واحد يقول لك وزني 60 كيلو جرام يقول له خطأ ارجوك الوزن بالنيوتن لانه قوة فما يصير تقول وزني 60 كيلو جرام عالش بقول استاذ بتقول كتلتي 60 كيلو جرام طيب وزني وزنك اضرب 60 في 9.8 فيطلع مقدار الوزن من الناحية الفيزيائية ورح نتعرض واوضح لك هذه بتفصيل اكثر ان شاء الله في هذا الدرس القوة الثانية اللي بنتعرف عليها احبة الطلبة هي القوة العمودية واللي بنعطي لها رمز الاف ان ان هذه من كلمة normal force normal تعني عمودي هذه القوة العمودية هي قوة تلامس تلامس ما بين جسم وسطح يؤثر بها سطح على جسم بيستند عليه لتعادل وزن الجسم انا وقفت على الارض ليش ما اطحت لا اسفل الارض تحملتني تحمل الارض ليه هو بقوة عمودية تقابل وزني النوع الثالث من القوة هو ما يسمى بقوة الاحتكاك واللي بنعطي لها رمز الاف اف الاف هذه من فريكشن فورس فريكشن تعني احتكاك فهي قوة بتنشأ بين سطحين متلامسين لتقاوم الحركة النسبية بينهما وتشعر بها انت عزيز الطالب اذا بتسحب صندوق على ارض رخامية ترى بكون اسهل عليك مما تسحب الصندوق على ارض سجاد لانه في حالة وجود الصندوق على السجاد يكون احتكاك اكثر فتقاوم الحركة مقاومة اكثر اما على الارض الصلبة مثل الرخام يكون احتكاك اقل وهذا تلمس انت في حياتك ايضا من قوة اللي بنتعمل معها قوة الشد ورح يمر عليك مصطلحات اوجد قوة الشد واحسب قوة الشد بنعطي لها رمز اف تي والتي هي من تينشن فورس تينشن تعني شد وهذه القوة نجدها في الخيوط الحبال السلاسل اي شيء يشد جسم يعتبر في قوة شد القوة الخامسة عندنا هي قوة المرونة وانا لي ملاحظة انت في كتابك رح تطالعها مكتوبة قوة النابض ولكن الكتاب يعني فعليا قوة المرونة اللي في النابض قوة المرونة وهذه القوة لمرونة النابض احنا عادة بنعطي لها رمز الاف اس بي اس بي يا يمن سبرينك وهي قوة ارجاع يؤثر بها النابض فقط اذا تغير طول النابض يعني اذا عندك زنبارك سحبت الزنبارك تغير الطول اذا تتولد قوة ارجاع اذا تركت النابض بيرجع مكانة بقوة الارجاع هذه اخر قوة معروضة في كتابنا هي قوة الدفع واللي بنسميها احنا ثراست فورس قوة الدفع هذه نجدها في المحركات والالات الصواريخ الطائرات كقوة مسببة للحركة هذه الصورة اللي انا اخترتها صراحة بتعرض لك بعض انواع القوة اللي احنا بنتعامل معاها هذه مثلا التزلج على الجليد في احتكاك عندي فهذه قوة احتكاك هنا الشخص اللي ساقط من طائرة او من القفز المظليين في قوة جرافيتيد فورس الوزنه وش اللي طيح الريال على تحت وزنه هذه عندنا قوة الدفع